دائما بسم الله نبدأ ما زلنا نقدم دروس حول مقرر تنظيم حاسبات واحد نواصل مواضيع الباب الأول Register Transfer and Micro Operations وبعد أن انتهينا عن الحديث حول العمليات الدقيقة الحسابية والعمليات الدقيقة المنطقية هذا الدرس يدور حول العمليات الدقيقة للإزاحة ونغطي فيه هذه المواضيع أولاً Shift Micro Operations العمليات الدقيقة للإزاحة ثانياً Shift Operations Excipline نوضح الفرق بين عمليات الإزاحة المختلفة التي يمكن أن تجري بواسطة الحاسب ثلاثة The Overflow وأيضاً يسمى Assign Reverser وهو تغير علامة الرغم الثنائي المؤشر ونقصد بالرغم الثنائي المؤشر الذي إما أن يكون موجباً أو سالباً نبدأ بعمليات الإزاحة الدقيقة Shift Micro Operations هناك ثلاثة أنواع من عمليات الإزاحة إما أن تكون إزاحة منطقية Logic Shift أو تكون إزاحة دائرية Circular Shift وتسمى أحياناً Rotate أو إزاحة حسابية Arithmetic Shift جميع هذه الأنواع تجري على محتويات نفس السجل وجميع هذه الأنواع أيضاً إما أن تكون إلى اليمين أو إلى اليسار الجدول التالي يوضح هذه العمليات كيف نكتبها وما هو وصفها العمود الأول Micro Operation للتعبير عن عمليات الإزاحة بلغة RTL والعمود الثاني يوصف العملية التي تتم نعبر عن Logic Shift أو الإزاحة المنطقية بحرف SH Shift وهو يكون إما إلى اليسار فنقول SHL أو إلى اليمين فنقول SHR ونعبر عن العمليات الدائرية للإزاحة بالحرفين C و I من كلمة Circular فإما أن تكون هذه العملية إلى اليسار فنكتب C-I-L Left أو إلى اليمين فنكتب C-I-R أما الإزاحة الحسابية فنعبر عنها بإضافة حرف A إلى ال-SH للدلالة على أريثماتيك فنكتب A-S-H وإما أن تكون إلى اليسار فنكتب A-S-H-L أو إلى اليمين فنكتب A-S-H-R والجدوى ليوضح في السطرين الأولين عمليات الإزاحة المنطقية وفي السطرين في الوسط عمليات الإزاحة الدائرية وفي السطرين الأخيرين عمليات الإزاحة الحسابية وفي الدرس القادم نوضح الفرق بين هذه الأنواع